لأننا نتفع على طبعاً أنه مكاسب الأهلي من يعني كورة الأهلي حلوة الأهلي الحقيقة مع العودة ومع الضغوط أنت كان عندك نتائج مش كويسة كانت عندك لعيبة مصابة كتيرة وكلها لعيبة كانت مؤسرة كان عندك دروب على المستوى المحلي في نتائجك كان عندك مواجهتين مهمين جداً مع مازينبي في قبل النهائي محتاج تلاملم أوراقك بسرعة محتاج ترجع لعيبتك فورما وأعتقد أنه مكاسب الأربع مطشاط دول بالإضافة الاثناشر نقطة أعتقد هو شكل الأهلي روح الأهلي شخصية الأهلي اللي رجعت بشكل كبير جداً تقدرش تقوله أنها غابت في أي مطش من المطشاط بداية من الإسماعيلي ثم الجونة ثم الاتحاد ووصولاً لمباراة البلدان برح اللي أنا عجبني فيها جداً 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 الروح يعني حتى بعد التعادل أنا بالنسبة لي كالتمام يعني لو خلص التعادل وخلصنا بقى وقفنا قصة الدوري ده خلاص بقى عايزين نبص نهاية الترجي النهاية الأفريقي طبيعي أنه الروح دي أو الفكرة دي ممكن تسيطر على عدد مش قليل من العادة النادي الأهلي طبيعي جداً وانت بتلعب في ملعب غزل المحلة وبتلعب في الدوري المصري وعندك كمان خمس ست ايام مطش في نهاية دوري الأبطال أنه يبقى فيه جزء من تفكيرك أو تركيزك مشتت لكن ده ما حصلش أنا الروح اللي شفتها في الدقاءة الأخيرة من المباراة كأن الأهلي بيلعب نهاية دوري الأبطال يعني الروح الجون التاني بتاع أنتوني مودست بص على اللعبة كده وشوفها هتلاقي رامي ربيعة وهتلاقي محمود متولي وهتلاقي هتلاقي تقريباً لعادة النادي الأهلي كلها جوه السندوق يعني الكرة اللي تشاطت دي متولي شايتها جات في ربيعة الاتنين المساكين بتوع النادي الأهلي موجودين في السيكس يار بتاعة فريق بلدات المحلة مودست هتكلم على مودست النهاردة يعني بشوف أنه توظيف مودست من مارسل كولر في مطش مبارح هو ده اللي يليء أو يتماشى مع بروفايل مودست يعني بص هنا ربيعة فين في السيكس يارد وقابله متولي قبل ما يشوتوا الكرة من هنا كان برضو معه في السيكس يارد فرغبة اللعيبة في الفوز بتقولك أنه احنا ما بيفرش معنا دوري من دوري أبطال احنا يفرم معنا أنه الأهلي كل مطش يطلع كسبان فرحة اللعيبة بالفوز على بلدات المحلة مبارح تقولك أنه الأهلي ما بيقبلش بنتيجة غير الفوز أين كان المنافس وأين كانت البطولة ودي بحضة بجد من المكاسب اللي حققها مارسل كولر مع اللعيبة في الأربع مطشات دوري الإحساس والروح دي كانت حضرة في الأربع مطشات للأهلي لعيبهم نمرة اتنين المستوى أنا في حيرة من أمري وأعتقد أنه جزء كبير من جماهير نادي الأهلي زي ما كولر شخصيا ممكن يكون معنا مشترك في نفس الحيرة دي أنت هتلعب قدام الترجي هناك بمين كل لعيبة الأهلي في الفترة الحالية الحمد لله الحمد لله نجوم يمكن يكون فيه لعيبة شوية بعيدة عن الصورة لكن ممكن جدا تحتاجهم وممكن جدا يكونوا جاهزين قبل لقاء العودة يعني أنت هتلعب يوم 18 وهتلعب يوم 25 وبالتالي عندك عبدالقادر قريب جدا جدا من الصورة عندك أحمد نبيل كوكا قريب جدا من الصورة عندك عمر السولية قريب برضو من الصورة طبعا موقفهم مش نهائي أو ما تحددش بشكل كبير لكن يمكن يكون أقربهم عبدالقادر عندك ديانج عندك ياسر عندك شناوي التلاتة تقريبا طبية جاهزين ما فيش مشكلة لكن يتوقف بقى حالتهم البدنية والفنية ممكن تكون عاملة إزاي ترجمة نانسي قنقر